بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثامن إلى درس جديد لمنهاجكم في التربية الإسلامية الحصد الثاني والذي قد بدأناه بسير النبي عليه الصلاة والسلام تحدثنا في الدرس السابق عن غزوة بني المصطلق كيف أن العرب كادوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله أمكن النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء القوم وانتصر عليهم واستطاع أن يحرز نصرا مؤزرا وسباء الكثير منهم وكيف بحكمته جعل هذه القبيلة في النهاية تسلم في هذه الغزوة سنتحدث عن غزوة مؤتة وقالوا لنا في البداية سبب هذه الغزوة بالمناسبة هذه الغزوة لم يشترك بها النبي عليه الصلاة والسلام وسيمر معنا لماذا سميت غزوة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترك بها بالأصل نتذكر مع بعض السرية هي مجموعة الجيش الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشترك به تكون بين عدد ليس كثيرا يعني من الصحابة لكن تسمى سرية أما الغزوة فعددها كبير ويشترك بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أي معركة اشترك بها النبي عليه الصلاة والسلام وقادها تسمى غزوة أما التي لم يكن نبي عليه الصلاة والسلام بقيادتها فهي سرية لكن هذه لم يكن نبي عليه الصلاة والسلام بقيادتها قادها الصحابة ومع ذلك سميت غزوة قال سبب هذه الغزوة أن الرومة أبت يعني استمرت في محاولة هي وأتبعها من القبائل على مضايقة المسلمين واستفزازهم والتعرض لرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول هو الشخص الذي يرسله الملك برسالة معينة يسمى رسولا أي شخص مرسل بمهمة برسالة إلى أي ملك أو وزير أو إنسان له يعني شأنه في الدولة يسمى رسول فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا إلى ملك الروم لكنه يعني في النهاية قتل قال التعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسارياه التي خرجت لنشر الإسلام وسلب قوافل المسلمين التجارية التي تمر بأرض الشام ونهبها هناك تعرض للقوافل وهناك تعرض للرسل قال وبلغ أذى الروم للمسلمين ذروته عند حينما قام حاكم بصرة من قبلهم طبعا بصرة كانت خاضعة لدولة الروم وهو شرحبيل بن عمر الغساني قال ماذا فعل قتل الحارث بن عمير الأزدي هذا هو الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يدعوه إلى الإسلام وكان هذا يعني شيئا كبيرا أن يقتل الرسول إذا قتل الرسول معنى ذلك أن هذه الدولة أعلنت الحرب على من أرسل هذا الرسول فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم وتأكد أنه قتل قتل رسوله الذي أرسله إلى الروم اشتد غضب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أول رسول يقتل للنبي عليه الصلاة والسلام قال وذلك على خلاف ما جرت به العادة من إكرام الرسل وعدم التعرض لهم مهما كانت الرسالة كان الملوك لا يتعرضون للرسول أبدا يردون على الرسالة أو يستجيبون إليها ولكن دون أن يمسوا بالرسول لذلك عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش من ثلاثة آلاف مقاتل لماذا قال لقتال الروم وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وهو جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة سار المسلمون حتى إذا وصلوا إلى معان وهي قريبة من أرض الشام فيما مضى يعني ربما الآن من أراضي الأردن بلغهم أن الروم جمعوا لهم مئة ألف عندما وصلوا إلى معان وصلهم خبر أن الروم جمعوا لهم مئة ألف مقاتل ثم بعد ذلك انضم إليه من العرب مئة ألف فصار العدد مئتي ألف مقاتل من الروم والعرب المعادين للنبي عليه الصلاة والسلام مقابل ثلاثة آلاف فمكثوا في معاني يعني مكث الصحابة في معاني تشاوروا فقال بعضهم نكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له يعني بعضهم قال نحن نستشير النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر إما أن يرسل إلينا المدد لأن العدد كبير مئتا ألف مقابل ثلاثة آلاف قال أو أن يأمرنا أن نمضي لما أمرنا به فقال لهم عبد الله بن رواحة وهو أحد القادة المعينين إن قتل زيد وجعفر قال يا قوم إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة يعني لماذا تريدون المشورة لماذا تريدون المدد خوفا من الشهادة لا نحن خرجنا نطلب الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به يعني الله سبحانه وتعالى ينصرنا إن كنا مع الله إن تنصروا الله ينصركم والعدد ليس مهم بالنسبة للمسلمين ولا الكثرة فانطلقوا فإنما عفوا فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين إما ظهور وإما شهادة إذا كان هناك نصر فهي حسنة أو إذا كانت هناك شهادة فهي حسنة ومكرمة ومنزلة من الله سبحانه وتعالى التقى المسلمون والروم الآن بدأت المعركة التقى المسلمون والروم عند مؤتة وهي من أراضي الأردن الآن فقاتل زيد حتى قتل فأخذ الراية جعفر فقاتل جعفر حتى قطعت يده اليمنى فأخذ الراية بشماله فقطعت فاحتضنها بعضديه حتى قتل ثم أخذ الراية بعد ذلك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وقاتل حتى قتل في هذه المشاهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر الصحابة المسلمون هنا في مؤتة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قتل زيد قتل جعفر أخذ الراية الآن عبد الله كان يخبرهم بكل ذلك يعني كان الله سبحانه وتعالى يطلعه على أحداث سير المعركة لماذا عين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة قادة كأنه علم يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه تفرس أن هذه المعركة تحتاج لأكثر من قائد فدولة الروم دولة كبيرة عظيمة ربما يموت القائد وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن قتل عبد الله بن رواحة اتفق المسلمون بما أن المسلمين يستشيرون بعضهم بعضا يستشيرون بعضهم بعضا بعد المشورة اتفق المسلمون على خالد بن الوليد فقاد المسلمين وقاتل بشجاعة وأراد بعبقريته العسكرية أن ينسحب من دون خسائر من معركة غير متكافئة في العدد فقط فأمر عدد من الفرسان بإثارة الغبار يعني عين عدد من الفرسان قالوا أنتم أثير الغبار خلف الجيش لماذا ليعلم أو ليشعر العدو بأن الجيش صار كثيرا وغير هيئة العسكر فجعل الميمن محل القلب والقلب محل الميسرة الجيش ينقسم إلى أقسام قسم في أمن اليمين وفي أمن اليسار وفي أمن القلب طبعا الروم عرف من يكون في الميمنة والميسرة والقلب فهو ماذا فعل بدل بدل في الميمنة والميسرة والقلب لماذا كي يظن الروم أن إمدادا كبيرا وصل المسلمين وأثار الغبار أيضا وصل إمداد ليعلمهم بذلك أو ليشعرهم بذلك وناوش جيش الروم يعني قاتلهم برهة فترة من الزمن ثم انسحب إلى الصحراء بطريقة منظمة وألقى الله الرعب في قلوب الروم فرجعوا ولم يتبعوا سيدنا خالد شكا منهم بوجود كمينا ينتظرهم الغبار والعداد وتغيير الوجوه معنا ذلك وانسحاب انسحاب مع نصر يعني كان هناك كثير من الروم يقتلون بالآلاف سنعلم الآن كم قتل للمسلمين وكم قتل للروم في هذه المعركة فعاد خالد بالجيش إلى المدينة المنورة لما دنى الجيش من المدينة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وأخذ الناس يقولون تحديدا النساء كانت تقول للجيش يا فرار يعني الهاربون فررتم في سبيل الله فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى يعني سيعودون وبالفعل يعني أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المسلمين بقيادة أسامة بن زيد لقتال الروم في غزوة بعد هذه الغزوة اسمها غزوة تبوك لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن تحدث هذه المعركة يعني عندما استلم أبو بكر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنفت الجيش الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم نقرأ بعض الدروس من غزوة مؤتة ونستنتج غير هذه الدروس أولا الإيمان الحق يدفع صاحبه إلى التضحية والثبات الأمر الثاني الأمة المسلمة ذات عزة وكرامة لا تسكت على الضيم لاحظوا كم كان العدد ولكن الأمة المسلمة دائما صاحبة عزة وبما أنها صاحبة حق فإنها لا تسكت على الظلم والله ينصرها بإذن الله الحكمة من أعظم أنواع الشجاعة يعني هذا ليس جبنا هذا حكمة ما فعله خالد طبعا هذه خريطة تظهر المكان الذي كانت به غزوة مؤتة هنا معا ثم بعد ذلك طبعا هنا بلغ المسلمين عدد الروم هنا كانت أحداث الغزوة وهنا البحر الميت طبعا غزوة تبوك أيضا بمقربة من هذه الأرض التي تحدثنا لكم بشيء عنها قال على الرغم من سحاب المسلمين إلا أن إجمالية القتلى منهم وصل إلى ثلاثة عشر مقاتلا مسلما فقط يعني لم يقتل المسلمين إلا ثلاثة عشر صحابيا مسلما أما عدد القتلى طيب من هذه القتلى كان هناك القادة الثلاثة يعني كان الروم حريصون كان الروم حريصين على قتل القائد لأن القائد إذا قتل تضعف معنويات الجيش فلذلك قتل القادة وقتل معهم عشر من الصحابة أما عدد قتلى الروم فقد وصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة مقاتل تقريبا يعني قتل جيش كبير ثلاثة آلاف وثلاثمائة هذا جيش يفتح مدنا يفتح بلدانا إذن قتل الضعاف مضاعفة مما قتل للمسلمين وهذا يظهر حجم الخسائر التي ألحقها جيش المسلمين بالروم إذن النصر دائما يكون من عند الله سبحانه وتعالى بمدد من عنده وليس بالعدد سميت معركة مؤتة غزوة كما قلنا في بداية الدرس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها قال لعظمتها وشهرتها وحسن بلاء المسلمين فيها لأنها معركة عظيمة ولأنها يعني لأن فيها بلاء حسنا للمسلمين والعدد الذي قتل للروم سميت معركة طبعا مجازا وليس على الحقيقة وقلنا سميت غزوة على المجاز وليس على الحقيقة بالأصل الغزوة من كان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا فيها تقع مؤتة على مشارف الشام جنوب العاصمة الأردنية عمال الآن يريدون السؤال الأول من الأنشطة كل الأمور الآتية تعد من أسباب غزوة مؤتة مع عدا التعرض للرسل وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم محالفة الروم لقريش قتل الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهب قوافل المسلمين التجارية نحن تحدثنا عن هذا وقلنا محالفة الروم لقريش كل هذا ذكر مع عدا محالفة الروم لقريش كل هذه كانت من أسباب الغزوة الآن كل الأمور الآتية تعد من الخطة التي اتبعها خالد بن الوليد ما عدا ماذا؟ هل ما عدا تغيير هيئة العسكر؟ أم الانسحاب إلى الصحراء بطريقة منظمة؟ الأمر بإطلاق صراح الأسرة؟ أم إثارة الغبار خلف الجيش؟ طبعا تغيير هيئة العسكر مر معنا الانسحاب إلى الصحراء مر معنا إثارة الغبار مر معنا لم يمر معنا الأمر بإطلاق صراح الأسرة لم يكن هناك أسرة لماذا؟ لأنه كان هناك انسحاب إنما كان هناك قتل للروم إذن يريدون أيضا في التدريب الثاني أن نرتب أحداث غزوة متتصاعديا أول حدث من هذه الأحداث يعني نترككم نحن مدة دقيقة تقريبا تفكرون في هذه الأحداث ترتيبا تصاعديا طبعا أنا أوقفت التسجيل وأنتم أيضا عندما تصلون إلى هذه الفقرة قبل أن نحلها أيضا أوقفوا شريط التسجيل وحاولوا أن تفكروا في الأحداث ثم بعد ذلك تنظروا إلى الحل أول ما حدث من هذه الأحداث هو قتل الحارث بن عمير رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروم ثم بعد ذلك هناك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش النبي عليه الصلاة والسلام أوصى قتل الصحابة بأن لا يقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخا هرما ولا يقطع شجرة ولا يهدم بيتا إلى آخر هذه الأعمال يعني أن لا يكون جيش المسلمين مخربا هكذا كان المسلمون الفاتحون يعني لذلك قال الناس وقال المؤرخون لم يعرف العالم فاتحا أرحم من العرب يعني كانوا فقط يأتون للحق وما دون ذلك لا يقربه النقطة الثالثة أو الحدث الثالث كان خروج الجيش من المدينة المنورة ثم بعد ذلك بدء المعركة واستشهاد الأمراء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والأمر الخامس خطة خالد بن الوليد للانسحاب التكتيكي كي يعودوا بعد ذلك ثم بعد ذلك عودة الجيش إلى المدينة المنورة وترحيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى ذلك نكون قد أنهينا هذا الدرس لا نساء أن نكتب تقويم هذا الدرس وإرساله إلى المدرس المختص نرجو لكم دائما دوام التوفيق والفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته